وبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نبدأ المساحة يا جماعة الموضوع حق اليوم هو موضوع الاستغناء الاستغناء كلمة الناس تعتقد بناها كلمة سهلة التطبيق إن الواحد يقول لك أنا استغنيت أنا تركت أنا خلاص الموضوع ما هو في عالمي الاستغناء مش معنى أني أنا أترك الشيء لأن عملية ترك الشيء مثلا نفترض اثنين مثلا كانوا في صداقة في معرفة في شراكة عمل أي نوع من أنواع الالتقاء بين البشر وحصل بينهم اختلاف مثلا أو اختلاف وجهة نظر أي كان نوع الالتقاء يعني سواء على الصعيد الأسري أو صعيد العملي أو صعيد الاجتماعي وحصل بينهم اختلاف مثلا على أي وجهة نظر على رؤية على شيء معين عدم توافق فكري عدم توافق أخلاقي عدم توافق اجتماعي أي حاجة أخلتهم مثلا يصيروا مرحلة أن الطريق صار إلى حدهم ما مسدود معا في مجال وفي حد رطرا في كون شاد مثلا وحد رطرا في كون مثلا ما وديلين عشان الأسباب معينة إلى آخر هي يعني فالموضوع لما يوصل مرحلة هذه لما يحصل الفراق بين الشخصين إذا الموضوع ترك علامة وترك أثر وترك بصمة وخلى الإنسان فعلا في حالة هو مستنزف فيها وحزين ومضايق من العلاقة هذه انتهت والشراكة هذه انتهت أو الانفصال هذا انتهت حتى لو كان الإنسان يشتغل في مكان عمل وحصل أنه انفصل عن مكان العمل هذا يعني بعض الناس تتأزم على فكرة تتأزم لما تترك مكان عملها وتروح لمكان عمل آخر أو مكان جديد يعني فيحصل أزمة مثلا عندهم ليلا أن الموضوع لا مس داخلهم دخل جوا قلبه فالموضوع ما هو بعادي من نسبة له يعني شيء كأن أحد شلع قلبه من صدره يعني يتأزم وممكن ينهار وبعضهم ممكن يبكي وبعضهم ممكن يعبر باللوعة وبالألم وأنا كيف يصير لكذا وشيء كثير ممكن تحصل وبعضهم مثلا لكان موضوع مثلا مع بني آدم ثاني ممكن يحصل مثلا غضب أو انفعال كمان أنه يبدأ يلومه ويبدأ يقول أنت تسببت عليه بكذا وكذا وكذا أنا لا أستحق منك هذه المعاملة أنا لا أستحق منك هذا الشيء وهذا طبعا يدل أن الطرف الثاني عمل بصمة أو عمل أثر عند الإنسان الأول اللي معاه في العلاقة أو الشراكة إلى آخره هذا الوضع عادة ما تسير لما يكون العلاقة بينهم كانت يعني وصلت مرحلة من الود والاحترام والرقي والتفاعل وإلى آخره هي مرحلة جدا عالية يعني فيها حب العربي فيها محبة يعني الواحد لما يحب مكان شغلة كثير ويحصل لهم يفنشونه ويتردونه من الشغل ممكن يتأزم لو الإنسان يحب مثلا شخص معين ويحصل بينهم مثلا انفصال لن يتأزم في مرحلة مراحل حياة أن الإنسان يشتغل في مكان أو يتعرف على ناس لكن ما يوصل مرحلة أنه لما يحصل بينهم أي اختلاف أنه يتأزم يعني يجون يعيش معاهم الشيء الحلو الرائع اللي فيهم زي ما حصيت حطيت بالفيديو اللي شفتوه لما يروحون مع السلامة يعني عادي يعني فراغة أمر لابد منه لكن ما يحصل أن الإنسان يتأزم أو يضايق أو يشعر مثلا بالحسرة والألم والذيق والآخر يعني هذه النقطة جدا مهمة ليه لأنه لما نحن ندخل في أي علاقة في حياتنا أو أي مكان بنشتغل فيه أو أي حاجة بنعمل لها أو أي مشروع حاطيه سقف توقعات عالي جدا أنا متوقع من هالبني آدم كذا وكذا 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 متوقع من المكان العمل اللي أنا بشتغل فيه كذا وكذا 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 متوقع من الحياة اللي بعيشها في المكان فلاني كذا وكذا 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 لو جاء شيء أقل من توقعات الإنسان ممكن يبدأ يشعر الإنسان بالخذلان وبالألم أنه أنا أتمقلبت الموضوع ما جاء زي ما أنا أبغى المفروض يكون أفضل لأن توقعاتي بنيت على أساس كذا وكذا وكذا أنا كانت رؤيتي للموضوع كذا وكذا وكذا كحصل للعكس هذا ليه؟ هذا يدل على إيش؟ يدل أن الإنسان هذا أساسا عنده قصور عنده قصور قصور في معرفة كيفية التعامل مع الأشخاص والأحداث يعني هو قاصر في أنه يعرف التعامل مع الحدث ومع الشخص فلما حصل الشيء عكس توقعاته تألم هو لما نحن نحط توقعات عالية في أي شيء في الدنيا أو مبالغ فيها أنا ما أقول عالية أقول مبالغ فيها لأن التوقعات ممكن تكون عالية لكن في ناس أحيانا ما تتعرف إنسان تتوقع منها توقعات كبيرة مرة يعني هو بني آدم يعني وغير كذا أنت لس لنحن تجربة العلاقة الطيبة معه بحيث أنك أنت تحطه في تجارب حياتية تحطه في مواقف معك بحيث تكتشف أيش هم البشر أيش ردود أفعالة كيف ممكن يتصرف في المواقف هل هو إنسان تكانه هل هو إنسان كفو أو إنسان والله ممكن يرميك في أقرب حفرة ويمشي ما هو كمان إحنا الإنسان اللي قدامنا بنتعامل معها سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية أو في الحياة أي كان نوعها لابد نعرف إنه فيه ناس أنواعي يعني فيه إنسان ممكن يتعامل معاك وهو فعلا يعني حط الله بين عيونه بيتعامل معاك بالحسنة وبيتعامل معاك بما أمر الله عز وجل فتعامل يظل فيه رقي يعني يظل فيه احترام يظل فيه إيمان شديد بالله عز وجل بالمقام الأول يظل فيه خوف من الله يظل فيه إنسان هذي بيقدم عمل في الدنيا يقابل في وجه الله عز وجل ويقول يا رب أنا قدمت عمل كذا وكذا وهذا العمل كويس وإيسان يكون طمعا بالجنة يبيه آخرتها تكون طيبة وحياتها في الدنيا تكون طيبة هذا حاط الله بين عيونه فتلاقي الإنسان هذا اللي يخاف الله ولي حاط الله بين عيونه لما يتعامل مع الناس يتعامل معهم بأنه في العهد يحافظ على وعوده لأنه مؤمن بالله عز وجل تلاقيه إنسان أمين تقدر تأمنه على أي شيء في حياتك تلاقيه إنسان مخلص إنسان صادق يصدقك القول إنسان نظيف في تعامله مع جسمه في تعامله مع آخرين في علاقاته في كل شيء إنسان نظيف سلوكيا سلوكيا نظيف إنسان أخلاقيا طبعا أخلاقيا وسلوكيا هي واحد أخلاقيا كما النظيف فتلاقي لسانة يقول كلام نظيف تلاقيه مش سباب مش لعان هذا إنسان يخاف الله فهو تعامله معاك جاي من منطقة الإيمان بالله عز وجل وبما أمر الله عز وجل فهذا التعامل معاه بيكون جيد للأخير لأنه لن يخطأ الأشياء اللي ممكن تخلي إنسان يضايق فتلاقيه في علاقته معاك يمشي معاك بالخير حصل عدم اتفاق يمشي بسلام إنما في نوعية من البشر محاطة الله أمام عيونها فتعاملهم يكون في خبث في لأم لأن عندهم متطلبات دنيوية يبوني حققونها مثلا مكاسب مالية أو أشياء مش نظيفة أو عندهم مثلا سلوكيات خاطئة يمارسونهم ما يبون أحد يدري عنها عندهم أشياء يغطونها بغطاء معين فيحبون يعملوا علاقات مع الناس اجتماعية باستمرار عساس يعيشون حياتهم بالطريقة اللي هم يبغونها وبالأشياء يستفيدون من الناس اللي حولهم بأقصى استفادة ممكنة يعني اللي يقولهم مثلا أصحاب مثلا يحبون مثلا يطلعون يدخلون يروحون تصحبون عليهم عشان يطلعون يدخلون معاهم بعد كذا ما لقوا فايداتهم يغيرونهم يروحون ثاني فهذول الناس مو حاطين الله قدام عيونهم محاطين مزاجهم محاطين سلوكياتهم من الخط اللي هم يسوونها قدام عيونهم فتلاقي علاقاتهم دائما قصيرة ومحدودة يعني ونفسه لك لها أداف دنيوية مادية فهذول عادة لما يدخلون في عالم أي إنسان يفسدون عالمه يفسدون عالم أي إنسان لأنهم أساسا فاسدين يعني مش نضعف يعني فمثلا واحد حرامي يعني يسرق يسرق يعني مش بيكون هدف عادة في العمل أو في العلاقات مع الآخرين يعني بيكون هدف أول وأخينا هو السرقة ما حيكون لأهداف أن يبني علاقات طيبة وإخلاقية ويبني علاقات محترمة لا هدف السرقة جاي يسرق جاي يقلب فلوس الناس ويمشي يعني فما يهمه ما يهمه من يسرق لأنه يتأذى من يسرق لأنه يتأذى من يسرق لأنه يخسر هذا موضوع ما يهمه ولا يعني إطلاقا يعني فقط أنه يسرق ويحقق مكاسب مالية لأنه عنده شهوة المال يملك شهوة المال فعشان كذا أنا ما أقول لك طبعا والله أقعد أحسن اختيار الناس لأننا إحنا ما بنقعد والله نحط الناس بالبداية في اختيارات على فكرة ما نحن نعرف أحد نلاقي نفسنا بحالة تحذر وخوف من الناس لا أنت أعرف لكن نفس الوقت حط حدود في العلاقات بحيث أن الإنسان لقدامك لا يتجرعين ليس مثلا تشغل موظف عندك مثلا من البداية وتغل JT يطلع على الشؤون المالية ويطلع على كل حاجة تتعلق بالأموال وبعدين لما نيسرق مثلا مين حاش نجل نقول أنا أمنت لا ألم أنت بالبداية هذه الأمور المالية هذه ما يمسك إلا إنسان Brisbane فوسمت فيه الأمانة والخوف من الله عز وجل وإنسان مؤمن ويخاف الله وإنسان يدور العمل الصالح لازم يقضع الاختبارات يعني زي أنت لما تتعين في أي مكان مثلا يقولك لازم شاهدة جامعية لأن تكون خضاعة الاختبارات أربع سنين قبل كده عشان تكون مؤهل للعمل فكيف إحنا نأمن أنفسنا ونأمن أموالنا ونأمن أبنائنا ونأمن حياتنا لناس أساسا ما حطيناهم في التجربة والاختبارات نحن نشوف مدى أماناتهم وصدقهم يعني أنا شوف الإنسان اللي قدامي إيش سلوكه إيش نوعيته إيش طبيعته إيش تصرفاته والله توسمت فيه الشهامة المرؤة الأخلاق الفزعة الكرام الحصن الخلق كلها أشياء تدل على أن إنسان ممكن يمشي معا مسيرة الحياة لكن لما ألاقي فيه بخل ألاقي فيه نذالة ألاقي فيه أن يحطني في أي موقف يتركني وقعد يتشمت يعني هذا معناه هذا ما حيكمل يعني بس مش معناه نحن نهاجمه نحن من أول موقف أو ثاني موقف نقوله نقوم نصطدم معاتنا على فكرة يا جماعة أنا انتبهت كثير في ناس كثير يميلون للتصادم في العلاقات لا أنت خليه 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 مت دلة شوي كذا خليه يشعر بالطمأنينة لما يجي الوقت المناسب وترميه أنت عشان لأن هذا النوع مفروض ما يكون في عالمك الإنسان المش نظيف مفروض ما يكون في عالمك يعني يعني حتى كتبته في بوستا قلت الإنسان لما تتعرف على الإنسان ويحصل بيكم مثلا اختلاف أو اختلاف بوجهة النظر أو خلاف إلى آخره فهو يبعد عن عالمك ما تحس بفراغ من جوة تحس كذا حوث بالله كأنه كأنه خلاط مكسور شريته من المحل مغشوف يعني وجبته البيت وجيت تشغله فخربانه خربان بكل معايير مثلا فقعد يرقل يرقل عليك الخلاط ومكثر محوم كبدك كل هدفك بس أنك ترجع للمحل وتعطيه صاحب محل المواعين وترجع فلوسك هو يصير كذا يعني لأن أساسا ما يعني هل أنت في يوم والأيام لما رجعتي قطعة خربان المحل أو فستان مثلا مش قياسك المحل هل شعرتي بفراغ؟ هل شعرتي بحسرة؟ هل شعرتي بألم؟ لا أبدا بالعكس تبيل فكة من هذا الشي هم كذا هذا النوعية الرديئة من البشر كذا سبحان الله يدخل عالمك يعني يقعد كذا يرقل يرقل زي الخلاط الخربان يعملك إزعاج يعملك دوشة يشغلك في حالك يشغلك أن يسلط الضوء عليه يشغلك في أنه هو مهم في حال عالمك يطوقك يكلمك كثير يراسك كثير يعمل نفسه صديقك يرقل يرقل زي خلاط الدوشة لكن هو خربان فأنت تكتشف أن الخلاط خربان زي البني آدم هذا أنه ما يصلح يعني فاللي يصير إيش تبيل تطلع من عالمك لكن لا تشعر داخليا لا بالألم ولا بالحسرة ولا بالضيق وهذه العلاقات السيئة يعني الناس السيئين لما يدخلون عادة كذا وضعهم الواحد يتركهم ويحس فراغهم عيد يعني ما يشعر أنه والله أن هذا الإنسان فعلا لما تركني أنا فعلا شعر بالفراغ فيه خواء كذا داخلي لا لا ما فيه أبدا سبحان الله زي ما دخل زي ما اطلع بالعكس الوجوده كان إزعاج كان الواحد حاس أنه مخنوق الواحد حاس أنه غرقان الواحد حاس أنه متأزم متكبل متربط هذه علاقات سامة هذه علاقات سامة بكل المعايير يعني فوش بحد الواحد يعيش هذه التجربة يعني المريرة يعني إنسان فيه هذه المواصفات هذه كلها ما يلزمني ما يلزمني أنا ليش قاعد في بيتي خلاط شريطة بستمائة ريال خربان وكل مش شغلته يطلع أصوات وما قاعد يؤدي الوظيفة اللي جاي عشانها جوا بيتي أنه يخلط لي الطعام ويعدل لي العصير ويرتب لي أمور حياتي جاي بس عشان يزعجني كل مش بكتب الكهرباء حتى ما نعملي الاتماس في الكهرباء كمان يأثر كمان على كهربة البيت فليش؟ ليش نحتفظ بهذه الناس الرديئة يعني ما أنا أستغلب تمسك بعض الناس أحيانا في علاقاتهم في ناس مرة سيئة ما هو كمان الإنسان السيء على فكرة كمان تطليعك من حياتك ما حتكون بالشكل أنت تتوقع إنه بيطلع والله باحترام وذوق لأن هذا إنسان ما يخاف الله هذا إنسان ما يخاف الله ولا عنده إيمان أساساً فهذا لما يطلع لازم يعملك شوي دراما يعني لازم يعملك فيلم هندي فتوقع منه توقع من الجحود الصد النكران التلاسن تشويه السمعة توقع منه أي شيء لأن الإنسان أساساً ما عنده أخاف ولا أخشي من الله ولا عواقب الأمور يعني فحتى لما نسمع أنه قال علينا شيء عادي يعني ما هو متوقع يعني يعني إنسان رديئش متوقعين إحنا مننا يعني متوقعين أنه والله يمدحنا ولا يقول والله هذول ناس كويسين أنا شرط منهم كل خير لا بالحكس إلا بيطلع بشهر وبيقول كلام ما ينقال وبيطلع نفسه هو مستضعف وهو المسكين وهو الطيب وهو المجني عليه لأنه كذا يعني هو نوعيته فقط جاي يتعرف على الناس بغرض استفادة يأي يبي منهم فلوس يأي يبي منهم طلعات ودخلات يأي يبي منهم أشياء ثانية خذ عاد شيء يبي بالضبط أشياء هداف إحنا ما إحنا عارفين يعني يعني توصل عند الناس إحنا أشياء غريبة يعني يعني أنا أذكر مرة مرات كانت عندي صديقة فقالت لي هي كانت عندها بنتين بنتين صغار مرة يعني واحدة عمرها فالبنتين هذون لطاف لطاف جدا 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 فتحكي لي كيف أن واحدة من صاحباتها وكانت لسا ما تزوجت تقول أسكرت في بيتي تقول لي يعني شيء مش طبيعي وضع مش طبيعي تقول طول الوقت كنها خالطهم طول الوقت قاعدة في بيتي بحجة إنها تحب بناتي وإنها تدلعهم وإنها مدري إيش ومعرف إيه تقول بس هي جاية تمارس الأمومة على بناتي تقول لها دررت إن شعرت بالضيق تقول ما عصرت ألاقي وقت البيتي العيالي الزوجي تقول صايرة طول وقت مقابلتها فهذا نوع من الأشخاص الرديئين يعني هو عنده احتياج معين بس إنها الاحتياج هذا مو عارف يفرغ بطريقة سليمة راح تطفل على عالم ناس تانين وفرض نفسه بالقوة عليهم عشان يلبي احتياجات الداخلية هي حاسا هي شعور الأمومة راح تطفلت على صديقتها بأوقات غير مناسبة قاعدت حاولت إنها تحسن لبناتها كثير تتعامل معهم كويس اللي درجة البنتين تعلقوا فيها مرة وهذه الطريقة طبعا خاطئة إحنا مهما مهما تعمل معيها للناس الأصل إحنا ما نخليهم يتعلقوا فينا لأن هذول عنده أم وعنده أب ما قاعد أخلي ولدهم يتعلق فيني يعملني مشكلة بعدين ويقعدي أذي أهل عشاني فهذا من نوع الناس اللي مش مفروض إنه يتواجد في الأسر لأنه بيكون مصدر إزعاج هي قلب لقيت لي أصبحت تزعجني تقول ما عصر تلاقيها وقت تقول أفاجأ لقيها طرنت الجرس ودخلت بناتي طول وقت تنادون باسمها طول إيش هذا فهذا وضع مش صحي يعني إحنا كمان لازم نعرف اللي قدامنا لما ندخل عالمنا هو شيبي يعني في ناس مثلا تحب السفر تحب السفر مرة لكنها ما تبي تصرف بخيلة بخيلة ما قرشة يعورها فوش تسوي تقوم تدخل عند ناس تقترح عليهم قوموا نسافر قوموا نسافر طيب أوكي يلا قوموا نسكن مع بعض غرفة واحدة دفعوا ربع قيمة الغرفة بعدين الوجبات تتقسم على ثلاثة بعدين المواصلات تتقسم على ثلاثة كل شي تتقسم على ثلاثة أربعة العدد اللي موجود في السفرة يعني خمسة ستة سبعين كان كاصديقاء مسافرين فيلاقي نفسه طلع البلد ما دفع فيها لثلاثة ثلاثة خمسمية فيعني بالنسبة له هذه صفقة بالنسبة له هذه صفقة يعني وأحنا كثير على الفكرة ما يسدد ممكن فوقت الغدى مثلا يتملص ممكن مثلا يقول نسيت بوكي ممكن لنا بخيل بس يحب يسافر فهو عنده مزاج بالسفر لكنه بخيل والغريب أن هذه النوعيات من البشر يحسون يحسبون الناس معارفتهم ولا هلاكطتهم يعني مع أن الصرفاتهم باينة يعني لأن عادة الناس هذه الرديئة يعني من أهم أهم صفاتها أن الدم الدم في نذالة يعني عمره ما تلاقي في شهامة عمره ما تلاقي في فزعت مثلا تتعطل سيارتك عمره ما يساعدك عمره ما يفزع معاك إن مثلا أنتوا قاعدين بسيارة مع بعض فسيارة تتعطل فتلاقيه قاعد كذا حاط رجع الرجل مثلا أحد طاح قدامه ما يتأثر لأنه ما عنده قلب مثلا أحد صار لموقف فتلاقيه ما يتعاطف لأنه أساسا هو جاي بهدف داخل بمهمة هو مو داخل عشان هو حاب علاقة إنسانية أو يوجد علاقة إنسانية مع الناس دولة لا هو جاي بهدف مهمة يبي ياخذ المستخلص اللي هو يبغى من هالمجموع ويمشي فهو عادة علاقاتهم ورا بعض ورا بعض ورا بعض مع الناس يعني حتى تلاقي بعض الناس يعني أنا أتذكر مرة حصل كلام معاي مع شخص في الـ HR يشغل في الـ HR شو الموظفين؟ أو الموارد البشرية المهمة فقال لي إحنا لما يجينا CV الموظف متنقل في أكثر من شغلة يعني طالع من أكثر من وظيفة في فترات قصيرة قال يفضل نحنا ما نعينه يعني ما ما ناخذ عندنا في المؤسسة في المؤسسة هي ليش طيب؟ فقال لي لا لأنه هذا عادة يكون داخل بغرض نيب المعاش عادة فما عنده الرؤية المستقبلية لنفسه هو جاي بس يقبض مثلا 15 ألف أو 20 ألف المعاش ياخذها كم شهر يرتب حياته ما عجب الوضع بدأ ينتبه أنه عادة جاي لهدف المادة يعني فمو جاي يبني علاقات طيبة في الشغل مو جاي يعطي أفكار إبداعية مو جاي يعطي أو ياخذ مثلا أشياء معينة في الشغل ويعطيها ما عنده تفاعل إنساني ما عنده مشاركة مجتمعية ما عنده تفاعل عملي هو جاي فقط يبيأخذها 15 أو 20 ألف المعاش ويمشي بس فإذا ترتبت أموره بعد مدة مثلا كان عليها مثلا أزمة مالية وترتبت بعد كم شهر من المعاش اللي خباه وهو أساسا عنده الذكاء الاجتماعي ضعيف لأن عادة النوعية هذه المصلحجية ذكاءهم اجتماعي مرة ضعيف فيحصل إنه تبدأ المشاكل تطلع عنده في الشغل فيترك الشغل فيروح مرة ثانية يقدم على مكان ثاني يدور معاش مثلا أني أما معاش زي اللي كان يأخذها أو أكثر أو أقب شوي يروح مؤسسة ثانية يأخذ من 15 أو 20 ألف مثلا معاش ويعطي نفس القصة وهكذا 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 يقول فهو هدفة مش إنه يبني كرير يبني عمل يعني قال هذا هدفة إنه يحقق مصالح مؤقتة من المؤسسات اللي هو يشتغف فيها فهذا عبء عبء على المؤسسات هذا مش إضافة الموظف إذا ما كان إضافة المؤسسات ما تبغى إذا ما كان إضافة لهم ما يبونى لهم فيه فيه طابور العمل فيه كثير يبوني نشتغلون فعشان كذا لما نبني نشتغل نصف نيتنا يعني المثال ما هي بمعاش بس أنا بروح الشغل هذا بعطيهم أحسن ما عندي من إنتاجية بقدم لهم شغل طيب بتعامل مع موظفين موجودين بالحسنة بتعامل مع رؤسائي بالحسنة والأخلاق بالذوقيات بوجد صيغة عمل بقدم أفكار إبداعية بقدم أشياء جميلة بأخذ منهم الحاجات الطيبة اللي هم بيعطون إياها حصل خلاف، اختلاف وجهة نظر ما في مشكلة نحاول نوجد حلول مشتركة، اتفاقيات نصلح الموضوع بأسرع وقت بحيث أن الهدف الأساسي أن الشغل كله يمشي مش أنه أنا أخذ معاشي ووالله كيفهم أجي أبصم الصبح وطلع بالعصر هم كيفهم تصرفون فعشان كذا الناس لمخهم محدود وعلى فكرة ترى لا تحسبون هذا الإنسان المصلحجي ما ذكي بالعكس هذا غبي جدا إنسان غبي جدا لأنه مسكين في حالة لهذه، هو قاعد يجري هو بس بفلوس، بأصحابه، بيطلعه، بيدخله، بيسفر هو بس هذه هدافه، فهو إنسان مسكين محدود يعني عنده محدودية بالتفكير وضيق الأفق فهو ما يعرف عواقب الأمور ما يدرك عواقب الأمور فلما تحصل لأي مشكلة، أي شيء ما يعرف يتصرم فتلاقيه إشياء يقض أي دور دور الشايم كذا اللي خلاص يصد ومعدي يتكلم لأن هذا غباء، دليل غباء عادة مش دليل إنسان ذكي أو فطن على فكرة إنسان ذكي إنسان ذكي ما يأخذ مواقف من الناس الإنسان الذكي الذكي لعنده الحكاية اجتماعي يعني لقي حتى عداء يصافحهم شوف هذه يسمونها الدبلوماسية الدبلوماسية كذا نيك لما تشوفها عنده وك صافحة مش نيك لما تشوفها تقعد تقلب وجهك أو يقعد يصد عنه أو يسعر خده وأعطيه كتف وأدير له ظهر هذا يحركات غباء أو مجتمعات متدنية أما إنه طالع من بيئة واطية يعني هو طالع من بيئة مرة مرة مساكين ناس يعني يعني مرة بيئة جدة متدنية أو إنه غبي لأن هذه التصرفات ما تطلع من إنسان عادي إنسان عادي متزن طالع من بيئة راقية لا 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 عادة نشوفوا الناس ذولة اللي كذا لما يشوفوا كذا يقلب وجهه ويصد وهعع وهيع هذول عادة أني أما طالعين من بيئة واطية يعني هم أساسا انتهين أو إنه إنسان غبي عنده قصور وفي الحالتين نوع هذا البعد عنه غنيمة يعني لأن الواحد ما حورت نفسه مع إنسان أساسا طالع من بيئة سيئة أوكي أو إنسان عنده مشكلة كمان ذهنية وما عارف يفكر صح فهذا البعد عنه مكسب إحنا شنبغى فيه انتبهت لنا لما أتذكر مرة كانت واحدة بنت في مدرسة بنت صغيرة عمرها 17 سنة فقالت لقاتلي كانت في واحدة من زميلات ومتفتع المشاكل باستمرار يعني وكذا تقولوا إحنا ما إحنا نعرفيش القصة تقول فكانت كيف تفتع المشاكل مش بالخناقات تفتع المشاكل بالنميمة تنقل كلام من هذي الهذي وتنقل كلام من هذي الهذي وكلام صاحبة الكل فكانت يعني زي المحرض بين المجموعات وبعض بينما هي صايرة صاحبة الكل تدور على المجموعة كلها صاحباتهم وهي محرض فهذا تقول لما تقول أنا فاض فيني الكل لأنا شفت أغلب المجموعة عاديني وأنا معاديتهم وهي الوحيدة اللي قاعدة تدور علينا كلنا في المدرسة وإحنا ما إحنا عارفين نتصرف يعني تقول فواجهتها طبعاً الفكرة النوعية هذي الوحيدة ما يواجههم يطلعون أسوأ ما فيهم تقول فواجهتها إنه يعني تصرفك هذا موزين إحنا قاعد نتطلب مشاكل وإنتي بقاعدة تنقيني كلام أنكرت طبعاً أنا ما أنقل كلام أنا ما أنقل حكي أنتي تتملن علي أنتي 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 تقول لكن طلعلي وجه قبيح تقول لدرجة أني خفت تقول خفت منها تقول خفت منها تقول حسيت عيونها بسم الله علينا وعليكم فتقول ما درجة تصرف معها تعني هي ابنت صغيرة وقليلة خبرة في الحياة فأكيد ما حت عفت تتصرف يعني في موقف زي هذا إلا إذا أحد يعني أرشدها أو هي نفسها تعلمت من تجاربها فمختصر الموضوع أنه تم توجيه هذه البنت أنك أنت تعلمي كيف تقرين الناس أنت صغيرة الآن لكنك أمامك فرصة حياتية يمكن أنا ما تعلمت قراية الناس لأنا كنت كبيرة شوية يعني كنت دخلت على العشرينيات يعني آخر العشرينيات يعني بينما هي عندها فرصة وهي في الطعشات أنها تتعلم قراية الناس فهي فرصة أنت تبدأ تقرى الناس صح؟ وتبدأ تعرف السلوكيات من الإنسان من حركاته من نوعية الكلمات اللي هو يقولها من لغة جسدها من أشياء كثيرة فهذه فرصة بدل ما تطيح بالمقلب وتلاقي نفسها كونات على علاقات سيئة فخصوصا المدرسة فيها مشكلة كبيرة المدرسة الواحد يشوف نفس الوجيه كل يوم كل يوم يعني خمس أيام في الأسبوع مقابل نفس الوجيه في وقت ثمان ساعات فإذا صارت عدوات في هذه الأماكن مشكلة تأثر على نفسية الطالب فالنوعية هذه الشريرة يعني عادة أن تكون لهم أهداف يعني تياما يكونون مثلا يبون يأكلون مع الحساب أحد أو يكونون يبون يعملون لهم شلة كذا معينة لها قوة في المدرسة حركات يعني تعرفون زي الأفلام الأمريكية اللي يكونوا طلبة مدرسة كذا متنمرين أو أنهم يكونون مثلا يجي واحد متسلقي بولد الأغني يصرف عليه زي الأفلام الأمريكيين نشوفها يعني حقية المدارس فهم كذا يكونوا هذا سلوكيات تحصل عادي بس أنه في نوعيات فعلا مؤذية ممكن تيذي ممكن توصل أمور الإدارة أو المشاكل عند الطلبة بسبب النميمة والتحريض فما بالك في البني آدم هذا عد لو كبر في الحياة يدخل سوق العمل أو تزوج أو كون علاقات الاجتماعية ممكن يعمل نفس الأخلاقيات يبدأ نفس الأسلوب النميمة التحريض نقل الحكي أنا مسكين أنا إنسان كويس أنا إنسان ممتاز هذا النسان أذاني هذا النسان عمل فيني هذا النسان فهو دائما يبحث عن دور الضحية ليه مش عشان هو عايش دور الضحية هو مو عايش دور الضحية هو يبحث عن دور الضحية عشان يحقق مأربة فرقوا يا جماعة في ناس هم عايشين دور الضحية متألمين منهم ضحايا في ناس يعيشون دور الضحية عشان يحققوا مأربهم عشان يدورون تعاطف الناس من حولهم عشان يحققون مكاسب مادية أو مكاسب اجتماعية أو الاخرية فترى إذا شفت واحد يتشكى قدامك كثير مو شرط يكون هو ضحية عايش دور الضحية ممكن يكون يبحقق من خلالك شيء هو فيك شيء يبغى عندك يا عندك فلوس تصرف عليه يا عندك وقت تقضيه معاه وهو إنسان أساساً يبي أحد يصاحبه لأنه أساساً ما عند ربع ما عند أصحاب أو يبغى مثلاً يحقق مكان اجتماعي من خلالك أن يتقرب للناس اللي أنت تعرفهم أو الحاجة أو عندك مهنة جيدة هو يبغاها لنفسه ويبينسب لنفسه أنه هو صاحب هذه المهنة أو عندك معلومات هو يبغى يكتسبها لأنه تافى فعندك أنت شيء هو يبغى فيبدأ يعيش قدامك دور الشكالي يتبكى عشان تتعاطف معاه عشان تفرغ نفسك له أوكي أو يمثل قدامك دور الطالب المطيع أي شيء بتقوله بيقولك نعم حاضر ابشر حاضر نعم ابشر حاضر نعم ابشر فتلاقي نفسك طول وقت معاه في حالة أنه أنت تستمتع بالإنسان المطيع معك على الفكرة لما الواحد يطيعك مرة خوف منه أحد مرة مرة يطيعك كل ما قلت له شيء يقولك أوكي لا خذ بالك منه هذا خذ بالك منه صحيح لأن هذا أكيد جايك بجندين مش متحيل يكون وضع عادي مستحيل ما في حد يطيع يشوفه أي إنسان طبيعي دائما عنده أفكار دائما عنده قرارات دائما عنده نمط حياة أسلوب حياة فإذا حصل اختلاف بينك وبينه حيحصل إنه حيحصل نقاش حول الموضوع هذا حيقولك أبي ما أبي أحب ما أحب سوي لا تسوي افعل لا تفعل هو كذا حيتكلم معك بهذا الطريق لأنه عنده أفكار أو أراء أو معتقدات ونمط حياته أسلوب حياته فيبغي الحياة تسيرها حسب ما هو شايف من وجهة نظره ومن وجهة نظره في الحياة يبغيها تعيش بالشكل أو تسير بالشكل المطلوب الثاني لا الثاني ما عنده شيء هذا ما عنده لايف ستاعدت أن يكونون زي ما يقولون عنه بالانجليزي لوسر يعني شخصيات ضايعة تافعة يعني فهو ما عنده ما عنده لأنه مطحية ولا عنده أراء ولا معتقدات ولا شايف هو وش يسوي يشوف أنت وش تسوي أنت وش تسوي أنت مثلا تطبخ يصير هو يطبخ معك أنت ترسم هو يرسم معك أنت تأكل هو يأكل معك أنت تسافر هو يسافر معك أنت مثلا تحب تتناقش ويتناقش مع أي حاجة أنت فيها هو يروح ياخذ المعلومات من الإنترنت ويجي يصبها عندك عشان بس يكون في عالمك هذا النوع المطيع اللي جايك بهداف معينة يبيحققها من خلالك يا تصرف عليه تعطي فلوس مثلا تغديت على شيء تأكلها تسفرها إلى آخر يعني أو جايك أنه يبيحقق مكان اجتماعي من خلالك لأنه أساسا الإنسان مرفوض اجتماعيا ناس ما تبغى تافه أحمق ما عنده شيء فهو يبيتعرف على الناس من خلالك أو أنه يبغى يبغى صحبة ما عنده صحبة ما عنده ربع يعني كل الناس ما تبغى دم ثقيل دم ثقيل وهذا هو الكثار على فكرة أنا من خلال خبرتي في الموضوع هذا لقيت الجماعة اللي دمهم ثقيل هذول أكثر مهم على القض تقل الدم طاغي طاغي كذا ماسح في الدنيا شيء أعوذ بالله يعني يعني على ما تلاقي لك إنسان دم خفيف ولطيف وضريف وممتع ومثقف وراقي ومحاور جيد وهذا عملة نادرة عملة نادرة هذا وين تلاقيه يعني هذا إذا جاك فيه واحدة من هالصفات يعني رح خذ لك سجد شكر لله عز وجل إذا جاتك صفة واحدة من هالصفات يعني الغالب لا الأفر المجريتي صايرين يعني فأنا لما ألاقي إنسان فيه صفات مميزة أتمسك فيه يعني صراحة أحاولي ما أفرط فيه أما اللي أتركهم وفرط فيهم يعني لا معناه هذا من المجريتي يعني فالواحد يعني يحسن اختيار الناس هذا هذه على الفكرة حقك على نفسك حقك على نفسك في الحياة إنك أنت تحسن اختيار الناس كيف تحسن اختيار؟ بتقولولي إن أنا أكون حذر أكون شكاك أكون ما أقرب أي أحد مني لا عادي يا جماعة خلونا طبيعيين خلونا ناس طبيعيين إنت قاعد في بيتك ورن الجرس هتفتح الباب ولا ما هتفتحه؟ هتفتح الباب مرحبا هلا يفلان نعم خير تفضل والله توسمت فيه خير تفضل شرب شاهيك وقل لي شو موضوعك توسمت منه شر من عندي الباب سطة فالحذر الحذر الزايد مو مطلوب المطلوب التعامل بوعي بعقل بفطمة يعني افتح الباب وشوف الإنسان هذا شمويته يبي يقرب من عالمك أهلا وسهلا نيجي يعلمني شموضوعه فتجيني واحدة تقولي أنا 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 ما عاد أقدر أقرب أحد لا هذا دخلنا مرحلة يعني مؤلمة لأنه عادي وعلى فكرة مهما كنت حذر إلا ما حينغدر فيك يعني شم توقع يعني يعني انت على بارك والتحذر وانت وانت مسكر أبوابك وما تقرب أحد ما حجيك أذية لا بتجيك بتجيك ليش أن انت بشر انت بني آدة معرض يعني انت انت معرض انت لو تطلع تطلع من بيتك وناس يزر من أزارير قميصك مفتوح وفيه هوا برة مو كل هوا يضرب وتجيك نزلك برد فالإنسان معرض فما في شيء اسم أن أقفل على نفسي عشان أحمي نفسي هذا بالعكس هذه اسمها ريبة هنا الواحد بدي يرتبوا هذا شيء مش صحي لا أنا تعامل مع الناس عادي وأتعرف عليهم وأتعرف عليهم شهر وشهرين وسنة وسنتين عادي لكن أكون عقلي فراسي يكون عقلي فراسي يعني ما أخذر ما أخذر نفسي ما أكون مبسوطة في صداقة ذي أو في الشراكة العمل هذه أو في المكان الشغل أو هذا أكون مبسوطة لدررة أني ما أشوف الأشياء اللي تدار وتحاك لا أنتبه أنتبه وبنفس الوقت أعرف متى أقفز أول ما يبدأ يطلع ماهم بقول لكم مع الحاجة اللي داخل عليك منية سيئة وهذا كاشف نفسه هذا كاشف نفسه من البداية يعني على باركم مو كاشف نفسه بسهول عنده من الحيلة ومن المكر أنه يقدر يغطي يغطي مكره وحيلته أنت خليه يستمر خليه يكمل معاك عادي خليه يكمل هذا الذكاء الاجتماعي خليه يكمل أما أنك أنت تتجي وتسكر بأف وجه هذا بيرح بيكلب عليك الدنيا لا خليه يكمل للمكان بمتل أريحية وقتها عند لو راح دار خلاص أنت عارف عنها عندك عندك ملف كامل عنها يعني ما يقدر رفع راسها خلاص فالواحد ما يصير ما يصير ياخذ الأمور بريبة وبحذر وبشك في الآخرين لا 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 تعامل مع الناس عادي عادي إنما يعرف اللي قدامك راقب تصرفاته والله شفت الرزيل ما يتحرك ما يفزع بخيل يكذب أي حاج أي تصرف الأخلاق السلوكياته شينا مثلا يعني يكون يعمل حاجات مش نظيفة يعني أي حاجة تنتبه لأخذ بالك منها وتحين بعد كده الوقت المناسب أنك تترك المكان لأن هذه النوعية فرقاها عيد هذه النوعية فرقاها عيد فالله يحفظنا جميعا إن شاء الله وننتبه لأنفسنا ونتبهوا لعيالكم نحاول قدر إن كانت تتعامل مع الناس بالحسنة نتعامل مع الناس بالطيب نتعامل مع الناس بالأخلاق العالية نقرأ القرآن نشوف الله كيف الصانع في بعض المعاملات اللي بينه وبين بعض كبشر نتعامل بال تعامل الإنساني لأن هذا اللي بيبقى يا جماعة هذا اللي بيبقى أنتوا على بالكم بيبقى أن الواحد يصير والله يعافر وصار الله اللي بيبقى خير البقاء للأصلحة فننتبه لأنفسنا نتعامل بالحسنة نتعامل بالذوق الذوقيات مهما حصل حتى لو قابلنا ناس أشرار وناس سيئين وناس ما عندهم خلق ترى على فكرة هم معلمين لنا في المقام الأول جايين يقولولنا أنت ترى فيك مشكلة صلحها في نفسك أو استعد لشيء مستقبلي أو يمكن تخلص حق من شيء سويته زمان ففي كل الحالات وجودهم نعمة وليس نقمة فلا نتحسر نقول فلان أذاني فلان كن بالعكس أذيته هذه كان درس وكان معلم عشان أستيقظ عشان أرسع مداركي عشان أفهم وش بيصير في الدنيا أو أنه جاي عشان يأهلني لتجربة مستقبلية إن شاء الله في المستقبل أنا بكون من أحسن ناس وأجدرهم في هذا الموضوع أو أنه الموضوع أنه أنا أذيت أحد قبل كذا وهذا تخليص حق البني آدو اللي أنا أذيته سواء بوعي أو بلا وعي مني أوكي فهذا أمر الله قاعد ينجيني منه والله ملك الحمد شكراً لتواجدكم اليوم شكراً لوجودكم عندي في المساحة المساحة شاء الله مسجلة وبتكون موجودة كذلك في اليوتيوب إلى اللقاء ويومكم سعيد مع السلامة